اكثر من عشرات القتلى ومئات الجرحة حصيلة صراع يمني قد يعيد عجلة المقاومة الشرعية ضد ميليشيا الحوثي الى الوراء قليلا وذلك بسبب انشغال القوى المتحالفة ضد المشروع الايراني في اقتتال داخلي بين القوات الموالية لحكومة عبد الرب هادي منصور من جهة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة اخرى ايام قليلة منذ ان بدأ الاقتتال كانت كفيلة باقلاق جو الهدوء النسبي في عدن وقتل راحة المدنيين الذين تعبوا من نضال طويل ضد الميليشيات الانقلابية الامم المتحدة تطلق نداء للاطراف المتصارعة لايقاف الاشتباكات وتبدي قلقها على ما آلت اليه احوال المدينة طعام المدنيين العالقين في بيوتهم بدأ بالنفاذ والمرضى لا يستطيعون مراجعة المراكز الصحية منسقة الشؤون الانسانية في اليمن ليس جراندي تقول انه من المؤلم خلال ايام ايد الاضحى ان تكون في عدن عائلات تبكي احبائها بدلا من الاحتفال سويا بسلام وشددت على ضرورة ارسال فرق طبية لانقاذ المصابين الرياض دخلت على خط الازمة المتصاعدة وكثفت الجهود الاحتواء لهيب النار عبر دعواتها لطرفي النزاع الى عقد اجتماع في السعودية وتغليب لغة الحوار على صوت البنادق ويبدو ان الجهد السعودي اتى ثماره حيث كشفت مصادر ان قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت بالانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخرا في عدن وعلى رأسها المناطق المحيطة بقصر المعاشير رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ابلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكافة المطالب بما فيها الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها اضافة الى قبول دعوة الحوار التي دعت اليها الرياض نزع فتيل الازمة في عدن مطلب يمني شعبي وسعي من التحالف العربي لاكمال مشروع قتال ميليشيا الحوثي وتقويض المشروع الايراني في الهيمنة على اليمن